أشد الناس ابتلاء الأنبياء يبتل المرء على قدر دينه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال قراءتي شخصيا للسيرة النبوية أرى أن أخطر وأعظم ابتلاء مر على النبي عليه الصلاة والسلام هو الابتلاء بالمنافقين هذا الابتلاء أشد بكثير في نظري حسب رؤيتي للسيرة النبوية من الابتلاء بالكافرين فالابتلاء بالكافرين أمر واضح الكافر كافر المعادي معادي أما أن يدخل إلى بيتك وإلى مسجدك ويصلي معك ويصلي معك ويظهر نفسه على أنه منك ومن أصحابك فهذا ابتلاء عظيم والمنافقون كانوا في المجتمع الصحابة الكرام على قلتهم وهم قل قليل جدا جدا ولكنهم حقيقة أشبه بالماء الصافي الذي قد وضع فيه الإنسان نقطة من العكر لا بد أن يؤثر على هذا المجتمع فإذا ما أرادوا كذبة نشروها بين المسلمين وإذا ما سنحت لهم الفرصة تكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراهم على مستوى الصلاة مستوى السلوك مستوى الأخلاق مستوى الإعلامي مستوى جميع المستويات مستوى الحرب مستوى المشاركة في القتال مستوى المشاركة في الصلاة في جميع الأماكن تجدهم كالنهر العاصي يمشون عكس باقي الأنهر تماما يمشي عكس باقي الأنهر وهؤلاء أين يمشي المؤمنون تراهم يمشون عكسهم مثلا في مجال النكة والمزاح يروجون النكة والمزاح على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله تبارك وتعالى وكما قال الله تبارك وتعالى ولهم سورة في القرآن سورة خاصة سماها الله تبارك وتعالى بسورة التوبة وهي سورة الفاضحة بعض أسماء سورة التوبة سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين والعياذ بالله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الابتلاء العظيم ينظر فيتعامل مع الأمر في غاية الحكمة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم شخصا شخصا وأعطى أسماءهم كما في الحديث الصحيح لسيدنا حذيفة بن اليمان أعطى هذا أمين السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السر من هم المنافقون أعطاه أسماءهم كذا حتى أن سيدنا حذيفة عندما يموت شخص منهم لا يصلى عليه فينظر سيدنا عمر هل صلى عليه حذيفة فإذا ما صلى عليه حذيفة معناه هو من المؤمنين فيصلى عليه سيدنا عمر في الأشخاص الذين يتوقف منهم سيدنا عمر ليست قاعدة متطردة في الصحابة الكرام فقط عنده أشخاص يتوجس منهم هل هم من المنافقين أو ليسوا هم من الأعراب الجفاء أو أو فيرى سيدنا حذيفة هل صلى على هذا الشخص صاحب السر فإذا ما صلى عليه فليس هو من المنافقين فإذا ما لم يصل عليه يعرف أن هذا من المنافقين قطعا الموازنة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع أنه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه هذا محسوب عليه وتراهم في كل موقف مجرد أن تستحنهم فرصة يأتون بالفتن مستوى الحديث مستوى الكلام مستوى الحديث يمزحون بالمزاح والنكت على الله تبارك وتعالى ورسوله وليئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مستوى الحديث يكذبون في الحديث قال عليه الصلاة والسلام آية منافقة أربع آية منافقة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر أضرب على ذلك مثالا فعلى مستوى العبادة هم اتخذوا مسجدا مختلفا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في المدينة منورة الجميع يجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دار ندوى فهو منه تخرج الاستشارات فيه يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أهل الصفة فيه استقبال وفود وفد نجران فيه كل شيء هذا المسجد وعنه يصدر كل شيء عنه تصدر الفتوى عنه يصدر القضاء وعنه يصدر كل شيء وهو المكان الحاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الشواذ الشوذاذ خرجوا بأنفسهم إلى مسجد آخر فأسسوا مسجدا بحجة القرب وبحجة أنهم يريدون بذلك الإحسان للمؤمنين والله تبارك وتعالى يقسم بالقرآن الكريم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا انظوا إلى هذه التسمية سماه الله تبارك وتعالى مسجد ضرار هو مسجد من أجل أن يضر من أجل أن يضر من أجل أن يفرق المؤمنين لو إنسان من المؤمن هذا المسجد أسسه منافق إنسان من المؤمنين أراد أن يصلي صلاة الجماعة حبا بالله ورسوله فرأى هذا المسجد يخدع به لا يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخدع يظن أنه مسجد من المساجد كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردن إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون هذا كلام الله تبارك وتعالى وهذا الكذب الذي وصفه الله تبارك وتعالى في نهاية السورة هو ما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم آية منافقة أربع إذا حدث كذب في رواية أيضا في البخاري صحيحة آية منافقة ثلاث أي أول صفة منها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنخان وفي حديث آخر في رواية أخرى أيضا في رواية الصحيح أربع من كنا فيه كان منافقا خالص ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فهؤلاء وإذا خاصم فجر هذه صفتهم اللدد والخصومة والفجور في الخصومة كما يأتي معنا الآن في الأدلة في قول الله تبارك وتعالى في السورة التي سماها الله تبارك وتعالى سورة التوبة وهي سورة الفاضحة التي فضحتهم على مستوى الجهاد لنفرض عندما نبي صلى الله عليه وسلم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس بغزوة تبوك التي سمها الله تبارك وتعالى غزوة العسرة في القرآن الكريم وهذه الغزوة كانت في غاية الشدة على المؤمنين شدة وحر وبعد هي أبعد الغزوات عن مدينة منورة فجاء المعذر من الأعراب ليؤذن لهم هؤلاء يريدون أن يتخلفوا عن الغزوة الآخرون قالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجع النبع شد حرا هم يريدون القلاقل ترجمة نانسي قنقر